في هذه الفطرة إخواني الكرام أين العرب مع هذه الحرب أين العرب ما وين راح العرب أنتم الفلسطينيين مساكن الله يحسن عاونهم اللي يتبثلهم الجزيرة كلامهم يسبوا في العرب ورغم أن الجزيرة وروحوا الموقع على تويتر تلقوا الجزيرة مرة مراسل جزيرة رفض واحد ذكر قطر وتركيا في الحين بعدها نفس المذيع ونفس المراسل عندما سب العرب قالوا وقال حسبي الله هو نعم الوكيل في العرب قال معاه حتى هو حسبي الله هو نعم الوكيل والفيديو موجود على حسابي في تويتر المهم أين العرب يعني بالله عليكم خلينا نتكلموا بواقعية بعيدا على العواطفة والعرب والجماهير مساكن ايه العرب وعليش ما يديروش العرب وعليش الجيوش العربية يا جماعة انزلوا شوية واقعية خلينا نتحدثوا واقعية أمريكا هي التي تحكم العالم وهي أقوى دولة في العالم عندها جيوشها في كل مكان عندها أسلحة ما شارحي قل لك فتاكة ما مكانش قوة في الأرض قوة بشرية تستطيع أن تقف في وجه أمريكا بل أن أمريكا استفزت عدة مرات الصين ولم تتجرأ الصين عليها بل أن حتى روسيا لن تتجرأ على أمريكا ونذكركم في هذا الإطار بأمري مرة عندما قررت أمريكا غزو العراق خارج مجلس الأمن عندما استعملت فرنسا حق الفيتو ضد الحرب حشد جورج بوش الصغير جيشه وقال لك أغزو العراق خارج الأمم المتحدة روسيا كانت تدافع تدافع عن العراق وترفض استعمال القوة العسكرية بمجرد ما قررت أمريكا غزو العراق قالت لك أمريكا روسيا لن أواجه أمريكا هذا حدث أمر آخر أوباما عندما استعمل نظام الأسد الكيماوي في الغططين ثم بعد ذلك في خانشيخون أمريكا كانت عملت له خط أحمر عمل أوباما هو استعمال الأسلحة الكيماوية ما الذي حدث؟ هو أوباما تحرك إلى الكونغرس لمعالجة هذا الموضوع روسيا صرحت سارعت بالتصريح أننا لن نواجه أمريكا في سوريا يعني أنه لو أمريكا قررت أنذاك استعمال قوة العسكرية ضد نظام الأسد روسيا ستنسحب وتبقى في قاعدتها العسكرية ولن تواجه أمريكا أنت تقول لي أين العرب؟ يعني السنوار هذا المتأزم نفسيا ولا نسميه المتأزم نفسيا وليس تعلن في شخصيا وهو تعلن هذا هو حقيقته هذا واقع هذا هو مريض اللي يشفيه راح دار عملية أدت حرب يجي مصر مباصرة تجيش الجيوش وتدخل في حرب والسعودية أيضا تهز جيوشها وتدخل في الحرب الجزائر تهز جيشها وتدخل في الحرب أنا أقولها لكم لو أن السعودية قررت الحرب اسمعوني هذا الكلام قررت الحرب لا انطلقت طائرات الأمريكية من القاعدة الأمريكية قاعدة العديد في قطر وتستهدف السعودي وقطر هي التي راهي تقرني في صف المقاومة وتموّل حماس وكشفت نيويورك تايمز معلومة تقول بأنه مش نتنياهو فقط وافق على دعم وتمويل قطر لحماس بل الحالي افهموا لي هذه المعادلة وخلوها علامة استفاد انت تجي تقول لي أين العرب؟ ما الذي سيفعلونه العرب؟ يعني العرب كانوا نيمين؟ ما حماس خططت إلى هذه العملية؟ لم تخبر أحد من العرب؟ من حيث المبدأ واضحة بأنه هذا الأمر نسقوه مع حزب الله ومع إيران ربما قطر تعلم أو لا تعلم المهم الدول العربية مش عارفية فاستيقظوا صباحا عملية كبيرة إسرائيل ردت بعنف أمريكا أدانتها وحركت بوارجها البحرية آية خلاص السنوار دار حربا روحوا كل حاربه والله ما حدث في غزة لو تتحرك أي دولة عربية ستصبح غزة ثانية من طرف القوات الأوروبية والأمريكية والفرنسية والبريطانية وغيرها بل حتى الروسية ستساعد أمريكا ضد حلفاءها العرب هذه الحقيقة مش رحي دينك العرب أنت أصلا تخون العرب تسب العرب لا تعترف بجميل العرب لا يوجد من مول حماس وقدم لها المساعدات المادية وكثير من الأمور مثل العرب ودول الخليج حماس تجني عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج وتقول عاشت إيران اللي تعطي لها مئة مليون دولار سنويا وتقول لك أنه مونتنا بالسلاح السؤال من وين تخل السلاح إذا تخل السلاح عن مصر معناها مصر الدولة العربية ساعدت في وصول السلاح رغم أن المعلومات تقول بأن الفطرة الوحيدة التي جاء فيها سلاح من خارج إلى غزة في فطرة مرسي لا أدري هل هي أسلحة إيرانية أو أسلحة مصرية لا أدري ولكن تخل السلاح عن ذاك إلى غزة هذه هي وبعد قل لك أسلح من وين جاب جابوهم من السماء إذا جابوهم عن طريق الطيران وحطوهم في غزة معناها إسرائيلة راضية موافقة على تسليح حماس كلام فارغ يعطوا لهم مبلغ مالي فقط ولكن حماس ذايبة في هذا الأمر وحماس إديولوجيتهم والتنظيمية تخليهم يكرهوا دول الخليج ويكرهوا الدول العربية ولا يعترفون بجميل أي دولة عربية ساعدتهم مهما كان هذه الحق السؤال تقولون أين العرب؟ ما الذي سيفعله معكم العرب؟ هذا هو السؤال آخرين واحد تنزل عليه سواريخ تقتله في أولاده وينكم يا عرب؟ كيف رح يديركم؟ ما أسهل الكلام العاطفي؟ هذا اللي دمرنا هذا اللي دمرنا خلينا نكونوا شوية واقعيين واحد مثل عزمي بشارة هو إسرائيلي فلسطين يعيش في قطر عامل تغريدة يطالب فيها يقول لم يبقى الآن أمام الدول إلا تنفيذ مطالب الشعوب بالتسريع يعني أنت مفكر وصاحب مركز ورجل ثري وكذا 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 يعني تمر عليك هذه الكلامة أطلقوا الكلام على عواهنه من هي الدولة التي ستتجرأ تروح تهل السلاح غربي شاريته من أمريكان تعطيه الحماس باش تقتل به الإسرائيلية أعطيني الدولة التي تصنع سلاحها بيدها حتى لا يتحكم فيها أي دولة تتشري من عندهم في السلاح باش تدي سلاح تعطيه للأخر وتقتلهم حليفهم الاستراتيجي شنه هذا المنطق؟ الدول العربية ضعيفة عسكريا ما عندنا مش الدول العربية فقط دول أوروبية ولا تستطيع أن تقف أمام أمريك نعم ولا تستطيع الصين ولا تستطيع أي قوة فوق الأرض قوة البشرية هذه تقف في وجه أمريك هذا هو الواقع خلينا من العنطريات هذه آه نحن ومعانا الله لا عدوا لهم ما استطعتم من قوة ما استطعتم هنا مش الحاجة اللي تقدر عليها لا ما استطعت يعني منتهى الاستطاعة أي شيء تقدر عليه وإلا أنك ترمي بنفسك في التهلق يعني تروحوا الدول الآن يغامروا بشعوبهم غدوة تصبح الطائرات تقتلهم وتقصفلهم في مدنهم ونصبحوا كل الدول غزة وهذا الذي تريده إيران إيران تريد أن تخرب خربت سوريا خربت العراق خربت اليمن خربت لبنان خربت غزة وتريد أن تخرب مصر والأردن وكل الدول العربية والإسلامية يجب أن يصلها الخراب هذه هي البضاعة التي تسوق لها إيران للأسف الشري أنت جي تطلب من الدول كن واقعي شون أنت خذت معركة دخلت في حرب أنت من يتحمل المسؤولية وهذا لا يعني أني أقول لا ما تعونوهم عونوهم بقدر الممكن دافعوا عليهم ولكن هاهم يديروا رغم التقسير لكن هناك دول تتحرك الناس ما نزلتش من الطائرة من بلد إلى بلد ما عندهم إلا هذا الخيار هي محاولة السعي مع الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار العلاقات من أجل التخفيف على هذا الشعب إسرائيل بسبب تلك العملية تعالى السنوار قررت مسح الغزة من الخريطة ولكن بفضل الله أولا ثم بفضل بعض الدول التي تحركت عند أمريكا لعبة السعودية قطر مصر هذه الدول لعبوا دور لعبوا دور من أجل أنه يعني يرفعوا هذا الغبن على هذا الشعب المسكين فقط يعني أنت جيد قولين العربين العربين وشي حديركم العرب بس ماشيين باك المنطلق آه الشعوب يعني ماشي هو الآن على الشعوب كلها تثور ثورات ضد الأنظمة متاعهم ويسقطوا الأنظمة وتتدمر بحروب أهلية وهذا الذي تريده إيران إيراني ثور الشعب متاعها ومجاهدي خلق ينظموا منظاهرات مليونية داخل إيران تقصفهم وتقتلهم وتسجنهم ولا أحد يتكلم من هؤلاء الذين يدعون الدفاع عن الشعوب خلونا من هذا العبد خلونا من هذا العبد خلونا شوي واقعيين فلسطين الآن ليس لها حل إلا حل وحدة شعبية بين الفلسطيني أنفسهم الضغط في إطار حل الدولتين هذا اللي عندك الآن هذا المتاح لك حاليا حتى حل الدولتين هاي إسرائيل رفضاته ولكن تحاولوا تضغطوا عليها ويسرح تديروا لها تجبروها بالقوة قال لك انتصرنا ويجيبوا واحد المحل العسكري انتعى الجزيرة أنا كي نسمعه ونقول خلاص قريبا يخطب هذا أبو عبيدة في الكنيست أنا نشوفه هكذا لما يسوقوا وفعلوا والمسافة السفر وكذا وكذا يا ولدي هذه حرب عصابات هذه المنطقة كانت منطقة يعني محررة الناس ووسطها صنعوا قنابل وصنعوا أشياء وكذا وكذا ويعرفوا الشوارع ويستعملوا في حرب العصابات طبعا لحرب العصابات فيها غير المسافة سفر يخرج له منه يدخل له منه لو خرهه بدبابة باين ولو خرهه شخص حامل سلاح فردي وراهه يختفي يطلق النار منه ويختفي من هناك هو كيرد بطريقة القصف يؤدي إلى قتل مدنيين لأن السكان داخل في بعضهم في متر مربع كين ست أشخاص هذه هي الإحصائية فيؤدي إلى سقوط مدنيين هذه ورطة هذه ورطة حقيقية لإسرائيل ورطة للمجتمع الدولي ولذلك يظهروا من هناك ولكنك الذول ما سفى سفر وهذا نحن يرى شوف مشكلة العرب هذه ظاهرة الملثمين العرب يشوفوا واحد ملثم في الثقافة العربية عشقوه من هو يتساعله يولي لهم بطل ولكن اظهرنا من تكون هذا أبو عبيدة ما هو موجود في الداخل يا في الضحية الجنوبية يا في قطر كانش براسة خلاف يسجل هناك أما أنك تقول لي راه موجود ويقاتل الداخل هذه غير أنسه وإن كانت المعلومات الاستخبارية لبعض الأطراف تقول أنه في الضحية الجنوبية مع المجموعة تعوي لا ما هي هكذا أين العرب وش يديرك العرب يرفضوا السلاح جيوشهم يأمر مصر مثلا جيش وجيد حارب هاي عندها معاهدة دولية قال لي راح يروح حارب إسرائيل حط نفسه حارب أمريكا من الدول والدول لا تغامر من أجل ميليشيا أنتم أصلا حتى غطاء من السلطة الفلسطينية المعترف بها عند الدول ما عندكمش معاديينها حماس تتفاوض على في هذه الحرب ولا أشركت محمود عباس لحظة أبدا لو تجيه تغطى حكينا في الحكاية هذه أنا لا أقول نستخف أي أول من استخفة بدماء الغزيين هم اللي قاموا بعملية السابع من أكتوبر أنت هذا عندك مواطنين وعندك أنفاق يقولوا خمسة ألاف كيلومتر أنفاق يتحدثوا عليها على أساس أنها أكبر من متر لندن مرات ومرات ما دخلتوش حتى مدنيين مساكن تحت الأنفاق تحموهم ما وفرتوش لا أكل ولا شرب ولا أدوية على مدار هذه الأنت تستعد العملية عندما تستعد العملية تستعد لها لوجستيا وتستعد لها أيضا عسكريا وأمنيا وكل الدراسة وتشوف أيضا ردود الأفعال وتدرس كيف سيكون لا هما ماشيين بطريقة وشي ندير العملية آه ندرنا عملية بعد ذلك نتباكى بالمظلومية آه هم يقتلون في المدنيين آه وكي يتكلموا العسكري يقول كال مقاومة بخير طبعا بخير رهم تحت الأرض ويقوموا بحرب العصابات الفوق وعودوا يدخلوا تحت الأرض وإسرائيل إذا أرادت أن تستهدفهم تحت الأرض يجب أن تمسح غزة كلها وريت مسحة غزة نسوان رهم يعانو الأمرين يا ناس حوامل مرأة ما تلقاش المكان تقضي في حاجتها شنه هذا النساء تبكي وانت تتزغرد لي على النصر والله عندما تبكي المرأة واقسموا بالله لو حررت لو حررت تل فيه فأنت منهزم ما دامت نسائك تبكي هذا هو المنطق في الحروب آه لا يجيبوا الدويري واش يقولهم اللواء الأردني هذا يقولهم ما حققتش حتى أهدف عسكري تقتل إلا في المدنيين وهذا تشوف فيها حاجة مليحية هزيمة أخلاقية وجريمة حرب ولكن انت انهزمت عندما يموتوا لك ولادك عندما يموت لك شعبك عندما يموت لك أهلك انت انهزمت وللأسف الشديد ما زالوا يصروا أين العرب؟ أين العرب؟ في هذه الحرب وكأن العرب بأيديهم شيء قادرين يديروه عندما تجي وتخوض معركة يجب أن تدرس لتكافؤ انتاعك سلاحك تدعياتها وللحلقة في انتاعك وكذا بدل أن تتسب العرب سب من أشار عليك بهذه العملية وخذلوه هي إيران وميليشياتها وخذلتك وديروا فك العملية تلك انت عن حوثي ذر الرماد في العيون ومعركة حزبالة مع العمود هذه كل ذر الرماد في العيون فقط ولكن في الحقيقة خذلوه قال قوم بهذه العملية تلقانا وكان رد على عملية استهداف قاسم سليماني تتذكروا لما استهدفت أمريكا قاسم سليماني في مطار بغداد أنا ذاك أما إيران قالت سنرد في الوقت المناسب والمكان المناسب ونفس الشيء ردته عدة مرات لما تقوم إسرائيل باستهداف قيادات في الحرص الثوري في سوريا سنرد في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وكان الوقت المناسب ما هو هو السابع من أكتوبر والمكان مش المناسب الأنسب ليهم بعيد على حدودهم وبعيد على شعبهم وما يموتش فيه حتى واحد إيراني هي غزة اللي ماتوا فيها الآن راهي قريب 18 ألف المعلن عنه رسميا والأرقام راهي هائلة ومهولة فضلا عن الجرحة والمفقودين والمأسورين وكذا 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 فيه ما يندله الجبيل الحرب تقاس عندما تحقق الاستقلال بعد ذلك تجعل ضريبة هذا الاستقلال ما عليهش لكن أنك تخوذ معركة تؤدي إلى الاحتلال احتلال نصف غزة والدمار هذا فهذا ما هوش نصر وأنه هذا هم الضحايا كل راحوا هباء منظور رب إن شاء الله يعوضهم الجنة ويمنحهم رطبة الشهداء التي يمنح رب العالمين وليس أنا ولا أنت ولا قناة الجزيرة وهذا بهذه العقلية صدقوني لن تنتصر أي قضية عربية وإسلامية مقدسة أو غير ذلك والأيام سجال بيننا واذكروا كلاما ترجمة نانسي قنقر